عام الرحيم حلقة سريعة من كابسولات الحكيم العلمية. الصورة دي انتشرت نصرتها طبعا شكاية ناسا في الاول. وطبعا بيصوروا فيها عاصفة شمسية وان العاصفة دي يعني اقتربت جدا من الارض واثرت طبعا على مناخ الارض. واحد او ناس كانت ببقى مشايرة الصورة دي وكانت بتحتيها مطلوب مني اصدق التخريف ده. الفكرة ان الصورة بتاعت ناسا بتبقى صورة اه حقيقية وفوتوشوب في نفس اللحظة. حقيقية بمعنىها مبنية على معلومات حقيقية. مبنية على ترددات من موجات كهربعاطية واصلة دي مراسل معينة او التليسكوبات معينة بشكل حقيقي. لكن ما بتجيش على حقيقة الصورة نقدر نشوفها بالشكل ده. بتيجي اما صورة مجزئة لازم تتركب على بعضيها. هي اما بتيجي في ترددات غير مرئية اصلا وبالتالي لازم الكمبيوتر يعدلها بحيث تكون مرئية. فبالتالي زي ما بنقول ان الصور ناسا بتبقى صور حقيقية وفوتوشوب في نفس اللحظة. نفس الكلام في صور بسلا حاجة زي جيمس ويب. الصور اللي بيجيبها جيمس ويب ما بتبقاش صورة احنا يعني ما بتجيش كده من 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 تلسكوب. نفس الكلام تلسكوب هابل. اه حتى صور الارض نفسها بتاع جوجل مابز ما بتبقاش صور كاملة مرة واحدة. انت بتروف كل قضية كلها في القادمة الصناعي في صورة واحدة. لكن مفيش غير صورة واحدة بس للارض على بعضها صورة كاملة على بعضها للارض. اللي هي اسمها البلورة الزرقاء ودي عملنا حلقة قبل كده. اسمها البلورة الزرقاء. هتلاقوها حلقة على القناة هنا. دي الصورة الوحيدة الكاملة اللي صورت للارض ودي في احد الحالات ابولو. والرواد البضاء كانوا راجعين من الامر فشافوا الارض بهذا المنظر البديع فصوروها بكاملة بتاعتهم. لكن ما على ذلك من صور للارض نفسها بتبقى يا اما صور مجزئة وبتتركب على بعضها. عشان تبقى بالوضوح اللي عالي يعني احنا متشوفوا بيها. يا اما بتبقى صورة بعيدة وغير واضحة للارض. نفس الكلام الشمس طبعا هو الصورة دي. ما هو مصور هو ده طبعا ده في الدهة الشمس. اللي و fertilizer اللي سويت داه هو طبعا مش استويت يا الشمس. كلها من ورعها بثوق غبه بقى الشمس عشان يبين سطح الشمس عشان يبين سطح الشمس. عشان يبين ده يبين العاصفة. فهو عمل حاجة UE احنا حتى فلطب بي حاجة مثلا الفات يمكن ب President of the administration يمكن ان يكون حاجة من الأشعة اللي تطولها بداخل الدهون و من الفات من الأشعاع ذي يمكن أن تطورها نسبه لكي تطولها الجذب من الصورة الشيطانة من النسيج الدهني لكي أن يكون هناك مي رأينا لما يكون هناك أع Only7 يمكن النسيج التحضل من المilian لكنه يمكن أن يكون هذا القوية ي reason يمكن أن تسير صورة فهيضع جزء من اللون العشان يبين باقي السطورة يضع مباشرة تردد معين اللى سطح الشمت سطح الاستطورة منذ شمتشن القضي لادم اسحب جزء من السطورة ففي الحالة دي سورة الارض مثلا هتبقى سودة مش هتبقى زرقه فاروح مغاية لون الارض وخلية ثانية ازرق عشان تبقى بينه ممكن الارض بتبقاش بهذه المسافة وهذا الحجم منذ بقى الشمس ممكن تبقى اضغر من كده بكتير فمتبنش قدام الشمس فحطرها اكبرها شوية ده الفوتوشوب اللي بيستخدم في هذه الصور لكن استخدام الفوتوشوب او استخدام التكنولوجيا او استخدام التعديل الرقمي للصورة لا يعني ان الصورة مزورة هي الصورة حقيقية لكن تم تعديلها بحيث يمكن درستها ويمكن رؤيتها ده المقصود بان صور الفضائية عموما صورة اكاية الفضاء عموما يعني والناسها خصوصا بتبقى صورة حقيقية لكنها فوتوشوب في نفس اللحظة فيعني ما يتسرعش في اتهام كل حاجة جاية من بره ومن الغرب ومن امريكا بانها تزوى وتأليف وتدليس لان احنا عندنا هواية ان كل ما جاء من الغرب فهو تدليس وكثب الغرب عمل نظريات نسبية وعمل القنبيلات النووية وضرب بها دول تانية وبيستقلم تقنيجية نووية في كل حاجة والتلفزيون اللي انت بتشوف به البث الفضائي والموبايل اللي بتكيه ده مبني على جزء منه في قطعه منه مبني على النظريات النسبية ومبني على الفيزياء الحديثة ومبني على نظريات كراوية الارض ونظريات انحناء الزمن وكلام ده كله وانت بمنتهى ببساطة بتقولي كله كان ده كدبوا الارض مسطحة وكل ما جاء من الغرب فهو كثب طبعا احنا احنا انا بحضر حلقة عن موضوع كراوية الارض لانه موضوع الارض كراوية ده مش من ايام ناسا ده من ايام ارستو وافلاطون ومن ايام القدماء المصريين والعلماء المسلمين كان لهم باع طويل في اثبات كراوية الارض لدرجة انه البيروني حسب قطر الارض مش بس ان قال انها قراوية وانما حسب قطرها بدقة تصل ل 99% من الدقة او من القطر المحصوب النهاردة فيعني انت تتعلمنا قريبا في الحلقة دي عن كراوية الارض الخلاصة اللي انا عايز اقوله انه ليس كل ما جاء من الغرب كذب بالعكس هم تقدموا علينا علميا لانهم امنوا بالعلم ولانهم احترموا العلم ومش لازم كل حاجة انت مش فهمها تبقى مش صح في بط بحتة عند الناس كتير يقولك ان حاجة اللي انا مش هفهمها بنفسي بقى مش صح انت عمرك بح تبقى متخصص في الفيزياء والكيميا والاحياء والطب والرياضة الان بقع او كل ما ينفعش انت راجل مهندس كومبيوتر فانت متخصص في بعد الحلقة دي بس لكن مش فاهب اوي او متعرفش انت بنسبة لك. علم الطب بيعتبر علم نقلي ليس عقلي بالنسبة لك انت. انت راجل المهندس مثلا او انت راجل بتاع مسلا فيزياء. فانت بنسبة لك علم الطب او علم الفلك دة. او علم الاحياء ده علم نقلي. انت بنقل عن علماء في التخصص ده. انا مسلا دكتور فممكن يكون الجدء الطبي انا بدريسه نفسي في التخصص بتاعي وبجوب بنفس نتائجه. لكن في معدى ذلك حتى في الطب نفسي بيبقى بنيتبايق انا بقرأ كتب بتاعة ناس تانية او اقرأ ابحاث لناس تانية. حتى في التخصص بتاعي الحاجة اللي انا ما عملتهاش بايدي ما هي تبقى نقلية بالنسبة لي حابقى انا شفتها شفت نتائج تجارب لناس تانية وبالتالي بمشي وراهم. الفكرة انه ما ينفعش كل ما كل حاجة انا مش فاهمها اقول دي مش صح. يعني يعني اول العلم ان انا اؤمن بالابحاث العلمية مدامة عمل بشكل سليم. وما كدبش اي حاجة وحاول طبعا افهم وحاول اتخصص في احد هذه العلوم. ولو كل واحد فينا بدلا ما بنحنا بنتهم بالغرب بالفابركة والتدليس بس بدلا ما احنا نفوض احنا نحاول بقى ان احنا نصل الى هذا العلم ونحاول نفهمه بشكل سليم. اه برضو مثلا من ضمن الحاجات مسلا ان ايام فيل اسكوروانا طلعت من وجهة كبيرة ان في الحاجة اسمها في الوساط. وان الفايوسات دي خدعة امريكانية وخدعة مش عارف ايه عشان يدمروا مش عارف ايه ويدونا التطعيم اللي فيه مش عارف ايه وحيحطونا شريحة بتاع البيل جيتس حيحطوها لنا في كله في التطعيم. عشان يرقبونا بها طبعا كلام الفارق ده كله. وانا ساعتها اكلمت مع احد على الفيسبوك وقالت له طبعا انت اكيد من الناس المؤمنين بان الارض مسطحة. قال لي اه فعلا الارض مسطحة. والطول ما هي اصلي باكش على بعضها كده. المؤمن بديه هو مؤمن بديه. المكذب بالعلم على اطلاقه مكذب علم على اطلاقه. ما بفيش قصة يعني ايه? بتبقى كلها باكش واحد على بعضها. فنتعلم العلم السريم. كل واحد في المجال التخصصه يحاول يبدع فيه وتفوق فيه. العلم مش بتاع حد ومش كبير على حد. كل واحد بيبحث في العلم بيلاقي. وكل واحد بيكتهد لكل مكتهدين. نصيب. ويعني احنا كنا سادة العالم في هذه العلوم كلها لغاية متين او تلتمين سنة فقط فاتوا. فاحنا العلم ده كله بتاعنا احنا احنا اصلا مش بتاعهم. هما هما جداديو نسبيا في العلم. واحنا تخلفنا في فترة متأخرة نسبيا. فلكن طبعا احنا يعني يعني وعد الله انه الامة ستتعود الى قوتها والى ريالتها ان شاء الله. لكن بشرط ان احنا نحترم العلم اولا. وندرسه ونفهمه بدل ما نكذبه عن مال على البطال. والدقي قريبا ان شاء الله معك بصولات الحكيم العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.